هي ذات الطفلة التي جلسنا بجوارها قبل أيام لنسمع قصتها اليوم نجلس بالقرب منها مجددا ولكن بصحبة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لا لنقل معاناتها مرة أخرى وإنما لنوثيق استجابة الوزارة لما عرضناه عن حالها وحال عائلتها وما ستقدمه لهم استجابة سريعة من قبل وزير العمل وشيء اجتماعي دكتور عبدالركاب وتوجيه من ستة هدى سجاد رئيس هيئة الحماية اجتماعية إلى قناة التغيير بعد أن عرضت حالتها حالة أبو زينب في منطقة المعامل تم ملع الاستمارة الخاصة من قبل البحث الاجتماعي وملع الاستمارة ولديه سبعة أطفال ويعاني من أمراض مزمنة سيتم شمولة بالحماية اجتماعية وإذن تقديم سلة غذائية لهذه العالم أبو زينب ينظر إلى إجراءات استجابة الوزارة لعائلته والدموع تنهمر من عينيه يقدم الشكر هو وزينب لقناة التغيير والوزارة بعد أن حاصرهم الفقر من كل مكان أشكر الكادر قناة التغيير ما قصره والله الولد وجزاهم ألف خير والاستاذ ما قصر وياي الوزارة شافت قصتي عرضوها قناة التغيير وفعني سعيدة بجيتهم وجيتني وأشكركم كل ما تحتاجه عائلة زينب وغيرها لا يتعدى وقفة جادة من قبل الجهات المعنية علها تنتشي لهم من واقع يرجون ألا يكون كمستقبلهم من العاصمة بغداد بدر الركاب التغيير